دلوقتي سنسيب حضراتكم مع موجز لأهم الأنباء موجز التسعى صباحاً مع الزميلة هالة الحملاوي إليك من جديد هالة شكراً محمد التسعى صباحاً بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أفريقيا تمتلك قدرات اقتصادية هائلة وموارد طبيعية ضخمة لافتاً إلى الضرورة تدعيم التجارة البينية بين الدول الأفريقية وخلال افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية قال الرئيس السيسي أن مصر تحاول أن تقوم بدور إيجابي فيما يخص التعاون مع القارة الأفريقية وتقديم الدعم اللازم لها مشيراً إلى حرص الدولة على البناء والتنمية والتعمير في كافة المجالات هذا وتفقد الرئيس السيسي المعرض الأفريقي للتجارة البينية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس واستمع الرئيس السيسي خلال الجولة إلى شرحنا عما يقدمه جناح البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد حيث يتم معرض الوظائف المختلفة للبنك وقطاعات التمويل وكذلك الشركات التابعة للبنك يتواصل فتح منفذ رفح البري بين مصر وقطاع غزة حيث تم إدخال 161 شاحنة مساعدات إلى القطاع وخروج 600 من المصريين ورعاية دول الأدنبية من القطاع إلى مصر هذا وأكدت وزارة الخارجية أن معبر رفح مفتوح ومن يعيق دخول المساعدات هو الجانب الإسرائيلي وشددت الخارجية على أن مصر لن تقبل المزايدة على مواقفها الداعمة للحقوق الفلسطينية والمتضامنة مع الشعب الفلسطيني ودعت الخارجية كل من يروج أو يدعي بغلق معبر رفح لرجوع إلى البيانات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ومسؤول الإغاثة الدولية الذين يقومون بزيارة المعبر استشد عشر فلسطينيين وأصيب آخرون بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في خان يونس جنوب قطاع غزة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفى باستشهاد سبع فلسطينيين آخرين بعد قصفهم بصاروخ أطلقت قوات الاحتلال من طائرة مسيرة على مخيم طول كرم كما أصيب إثنى عشر آخرون خلال العدوان المتواصل على المخيم برصاص قناصة الاحتلال المنتشرة على أسطح المنازل والبنايات قال المستشار جمال رجدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية إنه يتم حاليا توثيق كل جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي يقوم بها في قطاع غزة لتقديمها إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وأضاف أن هناك أحكام صادرة من المحكمة الجنائية الدولية على دول ليست منضمة لها وتمثل أحكام الجنائية الدولية ضغطا كبيرا وهناك شواهد سابقة كما أكد أن الجامعة العربية ترصد مواقف الحكومات الغربية الداعمة لإسرائيل وترد عليها قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفن إن الولايات المتحدة لا تريد أن يجرى قتال في مستشفية غزة ولا بد من حمايتها وذلك على خلفية القصف المتواصل لقوات الاحتلال وحصارها لمجمع الشفاء الطبي بوسط المدينة وأكد ساليفن على أهمية الهدن الإنسانية لإطلاق المحتجزين وإدخال المساعدات إلى غزة مضيفا أن هناك محادثات مع قطر وإسرائيل من أجل إطلاق سراح المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن 30 منظمة من منظمات المجتمع المدني الأمريكية حثت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على التخلي عن تزويد إسرائيل بقذائف المدفعية وأوضحت واشنطن بوست أن أكثر من 30 مجموعة مما في ذلك منظمة أكسفام أمريكا ومنظمة العفو الدولية ومركز المدنيين في الصراع صاغت رسالة مشتركة إلى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن للتعبير عن قلقها بشأن خطة البنتاجون لنقل الأسلحة من المخزونات الأمريكية الحالية الموجودة بالفعل في إسرائيل وقالت المنظمات في رسالتها لمسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية إنه من الصعب تخيل سيناريو يمكن فيه استخدام قذائف مدفعية شديدة لانفجار عيار 155 ملي متر في غزة انتثالا للقانون الدولي الإنساني قال القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني خسيمانويل البراس إن نحو 40 مواطنا إسبانيا غادروا قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر وضاف البراس أن 33 إسبانيا من أصول فلسطينية تحديدا و7 من أفراد عائلتهم عبروا بالفعل نقطة التفتيش المصرية على الحدود بين غزة ومصر في رفح وشيرا إلى إن إسبانيا حصلت على موافقة إسرائيل للاقي نحو 80 فردا آخرا من غزة انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل